السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ما لاقي كلام أقوله مش لاقي كلام يوفي أو يساوي اللي عملوه النهارده المغرب فرحتنا النهارده في مبارات المغرب تفوق فرحتنا فوز منتخب أو فريق في مطش انتوا عدتوا فرحتنا مطش أثبتتوا لنا ان احنا أفضل أثبتتوا لنا ان احنا لينا قيمة المنديال اللي احتفالي للعالم كله وكله بيصيد شغله بروح يتفرج ويتابع المجموعات بقى في حاجة اسمها منتخب المغرب عنده قيمة احنا فرحتنا بفوز النهارده المغرب مش فرحت فوز بمطش أو الحكم صفر ان احنا كسبنا لا احنا كسبنا أكتر من ثلاث نقاط احنا كسبنا أكتر ان احنا فوزنا على بلجيكا احنا كسبنا قد إيه قد إيه ان احنا أقوية قد إيه ان احنا عندنا إصرار من أول المباراة لأخل المباراة المغرب أفضل احنا متعودين يوم ما نكسب فريق قوي أو منتخب قوي ان احنا نعاني في الدفاع وعشرة قرنان ومية فاول لا انت لو تشوف المباراة النهارده تصاعدي في الأول شوية بعد كده أحسن بعد كده أحسن في نهاية الشرط الأول جيبنا جون والهدف ما جاش اعتباط اللي تلغى ده سوفيان بوفاليس سلمها من ناحية الشمال وقطن بيها واعملها لزياش بنبهارة العالية بتاعة المغربة المهارة الموهبة الجميلة وراح مرقص خد فاول الفاول اللي عبها زياش جابها جون عشان فيه مهارة قبل الفاول فتحسننا شوف ربنا سبحانه وتعالى فيه حكمة كان ممكن الهدف ده يتحسب ما يتلغيش كانت الدنيا هتتقلب علينا ليه بقى المغرب هتطلع واحد سفر ركراكي هيقولك أنا معي ثلاثة بمط افكر يروح مغير تغيرات دفاعية مغير تغيرات دفاعية هيبتدي بالجيكة تضغط هتغير تغيرات هجوميا الشكل ما كانش يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى كلنا زعنا كلنا يا فرحة ما تمت بعد إلغاء الهدف لكن ما كناش نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى سايب لك حاجة أحسن انك انت أخرت الهدف لغالك الهدف علشان بص بقى مدرب بلجيكة يروح مدافع مغاية عامل تغيرات دفاعية لانه هو فرحان بالبمط لانه ما كسبان أول مباراة فيبقى التعادل ده أربعة بمط انه لسه في القمة فقال لك أدافع لان المغرب أحسن مننا ووليد الريكراكي بعملش تغيرات دفاعية عمل تغيرات هجومية فقلنا على طول الأفضل طوال المباراة بدليل بعد الهدف حاطنا الهدف التاني تحليل المباراة بص أنا كاتب والله أنا كاتب صفحة مليان لان الواحد كان فرحان هعمل تحليل المباراة في الصهراء تحليل المباراة نتكلم من أول ديئة لآخر ديئة قال لنا مميزات كبيرة جدا وكان فيه شوط أخطاء بسيطة وده وارد في قرة القلب وارد في قرة القلب وارد في قرة القلب عندك أخطاء بسيطة لكن مميزات عظيمة من جوة الملعب واحد زي زياش أنا من رأيي بعد كاس الأعلم إن شاء الله لما يرجع يقول لك هللعبك قل لهم لأنا عايزة أمشي في يناير ما يستهلكش تشيلسي ما يستهلش المهارة بتاعتك ويوم ما ترجع ويقول لأ خلاص هللعبك قل لهم لأ أنا عايز أروح في أي فرقة تاني في يناير يستهلوك أحسن منهم لأنك مهارتك دي مش موجودة النهاردة مسكت لعبة بلجيكا هاريتهم ترئيس وبوفال قليل الأدى بالنحية التانية يسر بوفال يسر بوفال حاجة بيساعة بيساوتها شوية بس رائع رائع ما شاء الله عليكو يا مغربة استحقتوا الأداء الجميل استحقتوا المكسب الجميل استحقتوا الفرحة الجميلة الجماهير صوت الجماهير ما شاء الله لجمال يستحقوا الفوز لأن الجمهور ده لهم حقية في الفوز أكتر من اللعبة اليوم مبروك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة